نور السابقة تحتف عمايمها عطي الله لها تاريخ خالد الفتر لنظار يكفيها فصار ربي في آياتها مكرمها بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم نشتعين ومنك يا الله نطلب السداد والتوهيق والنجاح يا رب العالمين أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ومحبة وصلنا بحضراتكم إلى الختام وإلى ختام وتحديات كأس الأولمبية السعودية لعام 2023 الحمد لله شهدنا هنا على أرضية هذا الميدان التحديات الشريفة والكبيرة ما بين الملاك وروح المحبة والتنافس الذي يكون في الميدان وما بعد السباق إخوان وأحباب تحت ظل هذه الرايا الخفاقة تحت ظل هذا الوطن الغالي تحت ظل السعودية العظمة الله اللي عزنا ما لحد منا الله اللي عزنا ما لحد منا ختام هامسك عيشوا لذة هذه اللحظات المميزة بدعم كبير في الموسم وتكريم وتشريف في الختام من سمو الأمير بحضوره المشرف لملاك الهجن وللفائزين في مساء هذا اليوم هكذا أيها المتابعون الكرام وعلى بركة الله وتوفيق أعلنت قبل لحظات انطلاقة شوط الكاس كأس الحل ينطلق وتنطلق الأسماء والشعارات والمؤسسات الكبيرة الحاضرة والمتواجدة الباحثة عن نماس وانتصار باحثة عن شوط الختام شوط ذروة السلام ذروة السلام الله يا هذا الشوط يا هذه الذلل الحاضرة المتواجدة لخوض هذه المعركة من أجل الانتصار من أجل التشريف في مساء هذا اليوم ستة كيلومترات هي الحكاية والرواية نسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون أول الأسماء أول المندفعين في هذا الشوط مقدمة الشوط الصدارة ندى من تتقدم ندى في هذه اللحظات سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة لانهيان بقيادة الصادق بضل الأمين مع ندى من تتقدم بهذا الندى في مساء الذهب في مساء في مساء كبير مساء الكؤوس والذهب حلقة استثنائية كبيرة تحضر المؤسسات والأسماء والشعارات من أجل خوض هذه المعركة من أجل الحضور الكبير المركز الثاني من الجانب الآخر هجن جعبيل مع كذلك ندى الله يا هذه الثنائية ندى وندى هنا ثنائية ثنائية ممتازة ما بين ندى وما بين ندى على المركز الأول وعلى المركز الثاني راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد المتألق يتابع لنا ندى على المركز الثاني المركز الثالث ثالث الأسماء ثالث الأسماء في هذه اللحظات هنا شعل أو هنا حدث سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل انهيان أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الأشقاء يسيطرون مع مقدمة الشوط بينما القادم على المركز الرابع حضور وتواجد حضور وتواجد من أجل الشحاني مع نوف بقيادة سالب بن جابر بن علي بن فاران المري مع هنا اللي على المركز الرابع نوف نعم نوف تحتل المركز الرابع المركز الخامس وتابع أيها المشاهدون الكرام خامس الأزمة خامس الشعارات سمو الشيخ ذياب سيف بن محمد بن خليفة آل انهيان مع الأسعى على المركز الخامس هكذا يا الخماسية وتنتصف المسافة في هذه اللحظات امتصفت المسافة كأس الأنبية السعودية وين 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 الانتصار وين وين النماش وين وين الكاس وين وين الكاس يا أخواني نعود إلى مقدمة الشوط إلى مقدمة الشوط إلى البداية وإلى ندا ندا لا زالت متقدمة في هذه اللحظات مع الصدارة مع البداية سمو الشيخ ذياب سيف بن محمد بن خليفة آل انهيان تتقدم ندا تتقدم ندا مع هنا الحضور الممتاز والمركز الثاني هجن زعبيل تشكل الخطر في مركز الوصافة على المركز الثاني من الجانب الآخر هجن زعبيل تتسلل في هذه اللحظات هجن الشحاني مع نوف 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 وصلت نوف هجن الشحاني على المركز الثالث والمركز الرابع هنا لسعى المتقدمة المتسللة في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن خليفة آل انهيان الصادق فضل الأمين يتابع لنا هذا الشعار ولكن خامسا خامس الأسماء كذلك سمو الشيخ ذياب بن سيف بن خليفة آل انهيان هكذا الخماسية لكن اتابع اسماء قادمة خلف الخمسة الله يا هذا السين الجارف وصلت الاسماء احضرت الاسماء بهذه اللحظات وصلت هنا سجيل الحاضرة والمتواجدة سجيل هجن الشحاني جابر بن سالم بن فاران المرية والقادمة المستشارة فيصل بن فهد بن طحنون الهاجرية نعود الى مقدمة الشوط نعود الى بداية الشوط بدأنا بالاقتراب بدأنا بالاقتراب من المنص الرئيسي بدأنا من الاقتراب من تتويج الأبطال في مسايا هذا اليوم لكن المقدمة شحانية لكن المقدمة شحانية هجن الشحانية مع نوف نوف لكن لكن الحضور لكن التواجد مع اللي قادمة لسعى سمو شيخ دياب بن سيف بن محمد بن خليفة الانهيان ولكن يا نوف ما من خوف وصلت سجيل وصلت سجيل على المركز الثالث هجن الشحانية هجن الشحانية هبت هبوب الأصائل هبت هبوب الأصائل هجن شعبيل والمستشارة على المركز الخامس اللي الخماسي الماسي خماسي ذهبي خليجي خليجي منافسة منافسة قوية تحضر في مساء ميداني تبوك لكن العودة إلى الكيلو الأخير إلى الكيلو الأخير يا جمو الأمير تابع تابع الإثار والقوة والندية ما بين الأسماء ما بين الأصائل طارن الحيل طارن طارن الحيل طارن يا أرض احفظي ما عليك احفظي ما عليك نوف نوف الادعم يتواجد مع مقدمة الشوط ويأتي لنا بنوف ويحضر بسجيل على المركز الثاني هجنزعبيل هجنزعبيل قادمة لا محال قادمة لا محال يا بن مراشد يا بن مراشد يا بن مراشد معه ناند لكن لكن الشحاني لكن الشحاني مسيطرة مسيطرة مع مقدمة الشوط مع الكاس مع الكاس كأس الولمبية السعودية شحانية شحانية الادعم يحافظ يحافظ على هذا الشوط يحافظ على هذا الانتصار ما بين نوف لكن حرك سجيل حرك سجيل على المركز الثاني نوف نوف يا أخواني نوف طارت بن مراشد هذا الشوط طارت بالكاس بالكاس السلام التحية إلى الأشقاء إلى دولة قطر إلى ابناء التحدي على هذا الفوز والانتصار والكاس شحاني الكاس شحاني سلام يا ابناء شحانية ولداء واللهمية علامية على هذا الحضور الكبير تاني نوال في مبروك هنا نوف خاطف النوماسي والانتصار لهجن الشحانية سالب بن جابر بن فران بالقيادة والريادة المركز الثاني سجيل هجن الشحانية والمركز الثالث نشاهد وإياكم في هذه اللحظات مع مخرجنا لنتابع وتتابعون المراكز الخمس المتقدمة في هذا الشوط والفائزة في شوط الختام في شوط الكاس مشاهدنا الكرام نوف وتوقيت نوف توقيت نوف تسع دقائق وعشرين ثانية وثمان أجزاء من الثواني هكذا هو التوقيت الأفضل في مساء هذا اليوم وفي الختام كان السلام مع هجن الشحانية سجيل ثانيا مع هجن الشحانية تسع دقائق ثلاث عشرين ثانية ثمان خمسون جزءا من الثواني ثالثا هجن زعبيل تسع دقائق أربع عشرين ثانية سبع ستين جزءا من الثواني المركز الراضع سمو الشيخ خامسا فيصل بن فهد من طحنون الهاجر مع المستشارة مشاهدنا الكرام هكذا كانت النتيجة تهاني نوال في مبروك لجميع الفائزين في هذه اللحظات في هذه اللحظات وفي الختام بحضور سمو الأمير فهد بن رجلوي تكريم الفائزين في مساء هذا اليوم الصوت الصورة إلى المنصة الرئيسية لتكريم الفائزين موسيقى موسيقى